بسم الله الرحمن الرحيم أستاذة مشاهدي قناة الـ HBC ومتابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء زي ما إحنا متفقين مع بعض منذ مدة سنين وهي حلقات طبية بنحاول نعرض الموضوع الطبي وطبعاً هيكون كله في علم أمراض النساء والتوليد وعرضنا للموضوع دايماً أنه يعني يزيل اللبس اللي موجود عند أستاذة مشاهدين وفي نفس الوقت هو نوع من أنواع التعليم الطبي المستمر للأستاذة الأطباء وإظهرنا للمعلومة الطبية الحقيقية زي ما بندرسه للطلبة والدراسات العليا الموضوع لما بتعرض بطريقة كويسة أو طريقة علمية هو ده اللي هيكون في كاف ميزان أي شعوزة طبية أو زي ما بيقوله يعني أي دكتور أو أي حد يقول حاجات غير مقبولة طبية النهاردة يمكن هنستكمل أو ننهي موضوع هجرة بطانة الرحم وإن شاء الله بإذن الرحمن هنبدأ الحلقات الأحد القادم بإذن الله عن تأخر الحمل هندخل برضو أو هنعرضه بطريقة ظريفة جداً وطريقة علمية وهنبدأ نعرض أسباب تأخر الحمل وأسباب تأخر الحمل اللي هي غالباً ما بنقدرش نوصل لها في التشخيص أو بيقوله تأخر حمل بدون إبداء سبب واضح وهنتكلم عن كل التحاليل وكل الوسائل المساعدة اللي بالشخص لي تأخر الحمل وما هي البرامج اللي هننتهجها في إن إحنا نستعجل أن يحدث الحمل وإن شاء الله برضو هنقول معلومة جديدة بالنسبة للسيد المشاهد وهي أني أنا هدخل بقى موضوع جديد وهو اسمه فقدان الحمل المبكر هنحطه مع تأخر الحمل لأن فيه سيدات كتير أو بتمر بفترات تأخر الحمل وأول ما يحدث الحمل وتعمل اختبار الدورة تنزل ويحصل فقدان هنتكلم برضو إزاي نربط الموضوعين ببعض إن شاء الله نبدأ بقى موضوع هجر بطانة الرحم ونبدأه بقصة في سيدة من مدينة مرسى مطرقها سيدة جات لي يمكن أول أمس وسيدة بتعاني من تضخم في الحالب الأيصر وتضخم في الكليا اليسرى وجاية داكاترة بقولها أنت عندك ورم ليفي هو الضغط على الحالب طبعا الأسف هو كل دكتور بدأ بأول واحد شخص وقال هذا الكلام فمشيوا وراها القصة سيئة جدا إن هذه السيدة تم عمل استكشاف لها أربع أو خمس مرات يعني أربع خمس مرات يفتحوا بطناء واللي يدخل لا يدير التقارير ولا يدير يقول فيها إيه ويقول لها معرفتش أعمل حاجة لكن بيقولها بطريقة مهزبة للأسف كلمة غريبة جدا عاد تضحك عليها يقول لها إحنا واحد يقول لها أنا نظفت شوية والتاني يقول لها أنا روّقت الحوض حوض إيه ونظفت إيه فين التشخيص يعني فين هذه السيدة اللي هي نهاية خمس عمليات هي هتفقد كليا يعني هل فيه طبيب ما قدرش يقول لها أنت فيك إيه معقولة ما حدش فكر يعمل رانين يعمل سلاسي الأبعاد حقيقي عند حد كويس يشوف إيه الدنيا كانت تشخيصي في هذه السيدة بكل الأوراق اللي معاها واللي بيحصل والدكتور لقى إيه كان التقريب بتاعي إنها نوع متقدم من هجرة بطانة الرحم ومصاحب هجرة بطانة الرحم في الرحم نفسه يعني فيه هجرة خارجية وهجرة في بطانة الرحم نفسها الحاجة اللي أنا عايز ألفت النظر بيها دي مهمة جدا جدا إن إحنا فيه لازم أي طبيب يجد إن فيه بالفحص الشرجي أي حاجة نشفة أو حاجة محجرة أو يعني ما يفيده إن دي هجرة لازم إن هو يعمل الفحصات اللي هي تثبت إن لا يوجد سرطان ده مهمة جدا للأسف كتير جدا بيبقى فيه لغبطة في التشخيص ما بين سرطان القولون وهجر بطانة الرحم في المهبل أو خلف المهبل ما بين الهجر بطانة الرحم المتقدمة اللي هي بتبقى قفلة الحوض وسرطان عنق الرحم وبالتالي كتير جدا من الأطباء ما بيكونش حطين في الاعتبار هذا كلام لكن أنا لازم طبعا بسمع من المريض كل اللي قالته وكل يعني طبعا هي مش خبيرة وللأسف محرومة من التشخيص ما فيش ولا واحد إدها ورقة بيلاقى إيه فيها لدرجة إن أحد الأطباء برضو عمل لها عملية وفتح لها قال لها عندك حملة خارج الروح ده بقى ده كوميديا تاني ده ملوش دعوة بره الأطباء خالص يعني قولي الأطباء اللي فتحوا ومعرفوش عملوا حاجة كانوا مشخصين في إيه لكن ده بقى ده مول تاني وقال لها حمل خارج الروح ما زي سيدة عمرها ما يحلص لها حمل نهائي وهو شخص إن حمل خارج الروح مو برضو نفس الكلام قال لها أنا دخلت روقت لك الحوض شوية ما عرفش حكاية نظفت الحوض وروقت الحوض أنا يعني كلام كده غريب جدا لكن بقول طبعا هذه السيدة يعني ربنا يعني إذا بيقول إيش فيها لأن بدأنا حطت دعامة للحالب ودعامة للكلية حتى لا تفقد ثم بعد ذلك هيتم التشخيص الحقيقي والتدخل الجراحي لازم طبعا حماية للكليتين هذه السيدة زي ما احنا بنشوف كده بنقولنا إن في بعض الأحيان الحالات الهجرة المتقدمة جدا هي دي اللي بتبدأ نعاني منها من مشاكل آلام مستمرة في الحوض أو إنها تضغط على بعض الأعضاء ومن هنا زي ما احنا شوفنا حالة المدينة مارسة مطروح أغلاقت حالب بالكامل وهنا الحالب يمكن الدعامة بدأت تريح شوية الدنيا لكن بنقول إن الحالات دي بتبقى فعلا صعبة جدا ويجب الأطباء إن هم يشخصوها وياخدوا القرار لحماية سيدة دي أو حيات هذه السيدة على النقيد أنا كان فيه يوجد حالة أيضا عندها هجرة بطالة الرحم بس كانت مسكة مبيض الأيمن ومليا المبيض بطريقة إنه هو حجمه يعني تقريبا فوق 25 سنتي في 25 يعني حجمه كبير جدا جدا وبنقول إن هذه الهجرة قديمة جدا وأطباء شخصوها تشخصات غريبة جدا لكن كانت هنا الحل إن أنا قلت لأ دي أفضل لها التدخل الجراحي وليست بي عن طريق فتح البطن وليست المنظار لأن هنا هقدر بنقول على إن أنا بأوسع مجال الرؤية لأن هنا بنسلك هذه الهجرة بطالة الرحم من القولون ومن الأمعاء وبتبقى فعلا صعبة جدا إن إحنا نعملها بالمنظار بطني جراحي إذا كنا عايزين ناخد قرار راديكل أو قرار نهائي لهذه السيدة إن ما يحدثي ارتجاع نهائي تاني بعد كده بهذه الطريقة لأن إحنا ما بنجي نقيم الهجرة زي ما احتفقنا بنقول يا طرى هي في المبيض ولا المبيضين ده مهم جدا ويا طرى هذه السيدة ما هي خصوبة هذه السيدة وعدد الأطفال أو عايزة أطفال أو لأ أو ما عندهاش أو تدخل برنامج الحق المجهاري ولا لأ إذا قررنا في إن أنا أتعامل مع هذه السيدة بنحدده مهم جدا جدا بالوضع اللي بوجود فيه الحالة من إن الهجرة في المبيض أو المبيضين يعني الهجرة قد إيه وكلة خلايا المبيض أو بطريقة صحة أكتر بنقول بقايا الخلايا المبيض الموجودة قد إيه مع هذه الهجرة اللي وكلة كل المبيض ويمكن دائما بنقول إن موضوع الأكياس الشوكولاتة لها تأثير موضعي مدمر ليه مخزون المبيض ده مهم جدا لأن هنا أي سيدة أو أي حالات أكياس دموية أكياس شوكولاتة بنقول دايما بالهجرة دي بتكون لها عامل مدمر جدا وبتقلل المخزون لسببين اتنين أول سبب نفس تواجد الخلايا الدموية وتآكل الخلايا المبيض بوجود هذه الخلايا الدموية مهم جدا ولها تفسيرات كثيرة جدا جدا ليه بيحصل تآكل الخلايا المبيض أو مخزون المبيض العامل الثاني وهو تكرار هجوم على هذا المبيض بالمنظار الجراحي أو بالفتح الجراحي أو يعني فيه تعامل جراحي على هذا المبيض اللي هو بيكون أكياس دموية أو أكياس شوكولاتة مرة واثنين وبالتالي كل هجوم جراحي على هذا المبيض بيفقد أيضا مخزون للمبيض لذلك زي ما بنقول إن المشكلة الكبيرة عندي جدا جدا إذا جات لي بنت في فترة الشباب لبنون الأدوليسنس دوئ ديت وجالها أكياس دموية في المبيضين أو أكياس هجر بطانة الراحدة القصة مش قصة إن أنا أعملها بالمنظار هي قصة إن عندها فترة طويلة جدا من القصوبة ممكن من 30 ل35 سنة عندها المبيض شغال وبيفرز ويضات بالهربوناتها وبالتالي تكرار هذه الأكياس الدموية في هذه البنت على مدار حياتها للأسف بتبقى كثيرة جدا جدا وكل الأطباء النساء هلقوهم عندهم هذه القصة متواجدة إن بنت في سن 18 لأنها أكياس دموية وبعد كده كل 3-4 سنين في أحد الأطباء بدأ يتعامل مع هذه الأكياس إما بالمنظار أو بالفتح وهنا بنصل الأسف لمراحل مدمرة جدا 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 للمغزومة في نهاية موضوع الهجر بطانة الراحم إحنا مهم جدا الطبيب إن هو يضع في الاعتبار إن هو يشخص الموضوع صح ويتشخصها زي ما اتفقنا بسماع من شكوة المريضة مع الموجات الصوتية وإن هو يبدأ يتعامل معها بالتشخيص الأوبجيكتف اللي هو بمرأة العين اللي هو بالمنظار أو بالاستكشاف هناخد اتصال ونبدأ نقيم بقى إمتى ندخل بالبرامج العلاجية الطبية قبل العملية أو إن إحنا نستخدمها بعد العملية وإيه الفرق وما علاقة الأدوية اللي هي عن طريق راس بالفم وليه في بعض الأدوية تجيب نتيجة ممتازة وليه بنبدأ نقول إن في بعض الأحيان نستغل الحقن تحت الجلد اللي هي طويلة المفعول هي دي اللي نحتاجها ده اللي هننقشوا مع بعض إن شاء الله عشان ننم موضوع هجرة نترحم بعد هذا الاتصال مدام أمان تفضل يا فن عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا فن أهلاً أهلاً وسهلاً تفضل يا فن أنا إيمان سلمت حضرة الجبل كده تفضل يا فن أنا متجاوز لديلي سنة ونص أنا عندي كده يعتبر هي 39 سنة أيو فأنا الدورة ما جال شديلها 57 يوم فأنا مش عارفة أاخد حاجة تنزلها ولا أجل حضرتك من أنا عاوز أكشف عن ده حضرتك يعني سيادتك ده أول زواج أيوة أول زواج وسيادتك متزوجة متزوجة من تريبة من خلال سنة أو سنة ونص سنة ونص أيوة وعندي مغزون مبيض يعتبر 3 من 10 ما فيش والSSH طلع مرة 11 ومرة 10 ونص فأنا لحد دلوقت الدورة ما جال شديلها 57 يوم فأنا مش عارفة أاخد حاجة تنزلها ولا أجل حضرتك كده من غير ما أخد حاجة ولا أستنى لما تيجي حضرتك طبيعتك أن الدورة بتتأخر وبتنزل لوحدها ولا بتتأخر وبتضطر تستعيني بالطبيب يديك بعض الأدواء تنزلها لا أنا في الآن قبل الزواز كانت مظبوطة خالص كانت بتيجي على 23 يوم بعد الزواز أصبحت كده بتيجي على 40 يوم بتيجي على 45 يوم من غير ما أخد حاجة طب الزواج أثر على إيه في الدورة ملوش دعوة خالف دايماً في معلومة دايماً كل السيدات بتقول أنا في بيت أبويا قبل ما تجوز كنت زي الفن لما رحت بيت جوزي الدنيا تبعترت وتلخبطت والمبايد وقفت ما عرفش إيه العلاقة بالزواج بالارتجال اللي بيحصل أو اللي إحنا بنسمعه من السادة المرد طيب طبعاً بالنسبة للسادة تأخر الزواج الزوج كان فيه زواج قبل كده مش كده؟ أيوة كان فيه زواج قبل كده وعنده أطفال ومعها اتنين أيوة معها اتنين ستات ولا اتنين أطفال؟ لا اتنين أطفال وعمل تحليل والتحليل طلع كويس خالص تمام يبقى المشكلة دلوقتي القائمة هو أن احنا يعني نستعجل أن يحدث حمل لحضرتك لأن يوجد بقاية بويضات كويسة ممكن نستغلها لأن زي ما أنت شايفها الفطرة العمرية هي العامل الأساسي اللي بيؤثر على مخزون المبيض فطبعاً ما فيش فترة راحة ولا استكانة ولا تأخير في اتخاذ القرار أنك لازم يجيب عين أيوة إن شاء الله بإذن الله لازم أشوف سيادتك لأن احنا بنقيم عدم نزول الدورة ده مهم جداً بالموجات الفوق الصوتية لأن احنا بنقيم حضرتك النبيض ومخزونه أو النبيض والبويضات اللي فيه أو فيه أي بويضة معلقة بنقيم مقاس البطانة الرحمية هل هي بطانة مدمرة ولا بطانة سميكة متأخرة يعني موضوع البطانة كأنه بيكلمنا احنا بيقولنا إيه اللي موجود في سيادتك تشرفي واتنوري معاناً مدم إيمان أيوة زي حضرتك يا دكتور أهلاً أهلاً وسهلاً ست إيمان اتفضلي سؤالي حضرتك يا دكتور كيف سيعلن الورم اللي فيه عن نفسه أثناء الحمل ومالغوث علاقة بالحمل عايزة حضرتك توضح لنفسه يعني بمعنى صح حضرتك دلوقتي بنسأل سؤال علاقة الورم اللي فيه بالحمل ما هو تأثير الورم اللي فيه على الحمل وما تأثير الحمل على الورم اللي فيه الزرط يا دكتور يعني أكيد ده بيأثر عادة وده بيأثر عادة إحنا إنتي عايزة تقولي لي هذا الكلام تمام ولا فيه سؤال تاني سؤالي يعني هل ليه علاقة بالحمل الورم اللي فيه ولا يتم تجاربه أثناء الحمل وكيف يعني النفسه يعني هو بنزل دم نفسه لا تعرفي والله العظيم تلاتة ما فهم حاجة ولا كلمة أنا فاهمها بتقولي إيه أنا فهمت بس الورم اللي فيه ولا كلمة باللي انتي قلتيها طب أقولك انتي من وجه إبلي وأنا معايا المهندس الصوت ساز علي من وجه إبلي خليك معايا ساز علي أنا دلقتي بتقول ورم ليفي عرفت ومع الحمل عرفت دي طب إيه السؤال التانية مش قادر أعرفه ممكن يضغط على كيسة الحمل ويسفل من تلعيل يعني في الشهر الرابع والخامل آه يعني ما هو ده اللي هقولهولك تأثير الورم ليفي على الحمل حاضر ها؟ معا شكرا يا دكت الله يخليك خليك إسمعيني إسمعيني على الهواء المدام بتقول ما هو تأثير الورم ليفي على الحمل وما تأثير الحمل على الورم ليفي ده وضع طبيعي يعني أما يكوني اتنين شركة بوجودين في منطقة واحدة أكيد ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده وبالتالي لازم نعرف أول حاجة أول حاجة يا طرى الحمل الأورام اللي فيها ما هي تأثيرها طبعا دورها الكبير في إنها تؤخر الحمل طبعا ده موضوع مهم جدا تكرار فقدان الحمل ده موضوع مهم جدا لأنها فعلا إذا تواجدت الأورام اللي فيها ولها تواجد قريبة من بطانة الرحمية هنا لها دور كبير جدا بتكرار فقدان الحمل وتكراره لأن هنا حوالين الورم اللي في بيكون متشبع بالدم أه لكن على الجدار المغلف على الورم اللي في بيكون زي ما بنقول لي في بدون دم ما فيوش دم خالف عشان كده أي زرعة جنين على هذا الوضع هنا بتبقى قابلة للفقدان وما تكملش في الفترة دي السؤال اللي هي بتقول وقته يعني هل الورم اللي في يضغط على الحمل يضغط عليه فيما بعد إنه يعمل له حاجة لا طبعا يعني لأن الحمل هنا إذا ثبت وكمل لا تأثير للورم اللي في هنا مع الحمل لا هو يأصل على العيل ولا يخرم لكيس المية ولا الكلام ده خالص ملوش علاقة نهائي بأي هذا الموضوع اللي هي بتقوله أما إذا تواجد الأورام اللي فيه في ممر اللي هو البرس كنال ممر الولادة هنا يعوق الولادة الطبيعية بس ده إذا تواجد في الممر لأني مش مدي فرصة إن الطفل يقدر يمشي في هذا الممر يبقى إذا إذا تواجد هذا الأورام اللي فيه في ممر الولادة تعوق إذا تواجدت في منطقة معينة اللي هي بالجراح بيستخدم ولادة قيسرية منها لا هنا بنقول للجراح يجب أن تتعامل فيه إذا تواجد ورام نيفي في منطقة إنت بتفتح فيها القيسرية إحنا بنعلم الأطباء كيف يتعامل على هذا الوضع جوه القيسرية المشكلة هو بقى أثناء بعد كده الولادة أن نتواجد بعض الأورام اللي فيه فيه الرحم نفسه هنا بعد الولادة هذه السيدة بتبقى عرضة إلى النزيف ما بعد الولادة طبعا دي مهم جدا طب الحمل نفسه يعمل إيه بقى في الأورام اللي فيه هنا الحمل في النصف الثاني من الحمل تدقى من الأسبوع يعني آسف من الشهر الرابع أو الخامس يبدأ هذا الولام اللي فيه في تواجد ومع الجنين في بعض الأحيان يحدث لها نوع من أنواع الزبحة الدموية يعني الدم بتاعه يقف يبدأ يدي آلام رهيبة في فترة الحمل اللي هي في النصف في النصف الحمل فترة الحمل وهذه الألام لأطباء النساء برضو يعلموا كيف يتعاملوا معها ويعالجوها طبيا ولا تدخل جراح قصة استقصال الورم اللي في أثناء الولادة القيصرية تقريبا هي محرمة دوليا ممنوع نهائي إلا بشروط خاصة يجب أن تتوافر لأن إذا اتعامل الطبيب مع الورم اللي في أثناء الولادة القيصرية هنا هيفقد الرحم أو الأم وبالتالي بنمنع هذا الكلام معنا اتصال السكتة لم يستمعك يا أستاذ علي انت بتتكلم آه آه يانا سمعت كلمة آه باسمين آه ياليت تعالي صوتك شوي آه كده حلو طيب اتفضل مين معي تاني رجعت وراء تاني يا علي حاضر مادام صار أيوة دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا فانت لو سمحت يا دكتور هو أنا كلمت حضرتك قبل كده ويقول لك أن أنا عاملة منظر عشان كان عندي كيس مية على المبيض وحصل حمل بعد المنظر لكن ما نزل يعني ما حصلش نصيب فأنا الدورة عندي بتتأخر ولا زل يعني قبل ما عمل المنظر كان بتتأخر ودلوقت بتتأخر يعني ايه التأخير يعني ايه عرف التأخير يوم اتنين ولا اسبوع اتنين ولا شهر اتنين لا بتقعد باربعين يوم خمسة اربعين خمسين يوم كده يعني ما هو الخمسين يوم يعني جابه ممكن تتأخر شهرين ثلاثة كمان لا ما تأخرتش قبل كده شهرين ثلاثة هو خمسين اربعين يوم كده والدورة بتنزل لوحدها ولا بتستعيني بأدوية تنزليها هو أنا بتنزل كانت لوحدها لكن بعد كده أنا بروح للدكتور فبيكتبل على علي بيقول لي أني بتنصر رحم يعني هي دورة كنت بروح أشوف أنها حمل ولا دورة فبيقول لي لا دي دورة فكان يكتبل على علي تنزل فكنت عايزة أسأل حضرتك هو أنا عملت التحاليل دي قبل المنظر سنك كم سنة يا مدام؟ سنك كم سنة؟ 24 اتفضلي ايه التحاليل اللي انت عملتيها قبل المنظر يا فن؟ عملت الAMH طلع 2.60% وعملت الFSH والLH الFSH 4 والLH 3 فكنت عايزة أسأل هل كده معناه في تكييس عندي ولا لا وعايزة أقول لحضرتك الدكتور كاتب لي على برشام نوفالديكس هل ده منشط ولا مش منشط؟ حاضر بس ايه تاني يا فن؟ بس يا دكتور بصي يا فندي بسمعيني بص يا مدام نمرت واحد طبعا احنا عشان نشخص قصة التكييس المبيضين يمكن ان شاء الله هنقولها في حلقات جديدة حلقات التكييس لكن يجب تشخيص التكييس المبيضين بالصفة المرضية من شكوى من السيدة من ارتكال دورة وتأخر الحمل او ان الدورة ما تجيش خالص مع الفحص الطبي اللي احنا بنلاقي بوادر التكييس يبدأ نمرت واحد اتنين عندي الموجات الفوق الصوتية المهبلية لها شروط في انها تشخص التكييس ثلاثة اني انا بالتحاليل تظهر كل الهرمونات بانها تعلن عن توجود التكييس العالميا في الفين وثلاثة في نوتردام اتاخد قرار ان احنا بناخد حاجتين اتنين منها التلات حاجات دولة يشخصولي التكييس وهنا بدأوا برضو يعني درجة ان جمعيات عالمية تسميت بهذا الموضوع تكييس المبيض وبالتالي بدأنا نعرف انواع لي وبدأنا نعرف الفرق ما بين الرفيعة اللي عندها تكييس من السمينة اللي عندها تكييس بدأنا ان نتعلم حاجات كثيرة جدا جدا تواجد امراض في الهرمونات اخرى وارتجال هرموني اخر من الانسلين والهرمون الزكري والتعامل معهم في التكييس دي قصة التشخيص اما حضرتك طبعا انا مقدرش اخو من البند واحد يقول لا مفيش تكييس لكن هذا الكلام بيقول لا مفيش تكييس ده نمرت واحد السؤال التاني اللي انت بتقوليه بقى ان فيه تأخر في الدورة لا يجب على الطبيب لان الدورة هي ظاهرة من ظواهر اللي هي بتعلن عن جودة الطبويد ومخزون المبيض وعمل المبيض اذا كان المبيض ان هو في اي يعني مشاكل في المخزون او في العمل او في انتظام عمله الصورة بتاعت هذه المشاكل هي ايه ارتجال الدورة وبالتالي الدورة هي مرايتي في معرفة كيف يعمل المبيض ده حاجة واحدة طبعا احنا عندنا ايضا مخزون والعمل وبرضو ايضا بفحص السادي لان كتير جدا من السادي ان احنا نقدر نعرف كيف المبيض ده بدأ العمل وهل هو ضعيف من الاول ولا هو ضعف دلوقتي يعني الفكرة كلها الفحص بيفيد الطبيب ان هو يقدر يقيم حضرتك ويكمل التقييم بالتحليل المطلوبة اتفضل يا فن نرجع بقى تاني زما اتفقنا ان احنا معنا حاجة يا ساس علي طب يا اتفضل يا سيدي مين معنا اتفضل يا سيدي ايمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا ايمان هن اتفضل انا سمحت يا دكتورة متجوزة بقى لي سنة وفي السنة دي جال لي مراتين يعني كيس بيجيلي كل شوية ايه بالراحة ايمان واضح انك انت 18-20 سنة من الصوت الكده انت عندي كم سنة 18-25 اه 25 سنة او صوت زغنن شوية بالراحة طيب بتقولي ان انت متجوزة بقى لي كده اول ما اتجوزت سنة ايو اول ما اتجوزت بعدها بشهرين اعملت الصنار تلي عندي كيس على المبيض اليمين اه 3 سنتيه في 4 سنتيه حتى دول مدة شهر حبوب لونها ابيض في بولني وبعد كده الكيس روح وبعد كده الكيس رجيه اللي كاني بعدها بشهرين اثنين سنتيه اثنين سنتيه ثانتة سنتيه على نفس المبيض والدهرة بيتدمها قليل قوي يا دكتور يعني التنزل قوي نفسها عدد الايام الى 5 ايام بس الدم قليل حاضر يعني اول يوم وتاني يوم بس وفيه تأخر حمل اه حاضر ايه تاني يا بنت؟ التهاب مزمن يا دكتور يعني كل شهر لازم ان يكون عندي يوم او اتنين فيه حرقين كده شوية حاضرتك الالتهاب المزمن ده يا بنتي احنا دايما اي طبيب امراض نيسا يعني لازم يكون على علم بان عندنا انواع مختلفة من الالتهابات اما تكون واحدة حديثة الزواج دايما بنقول ان ده التهابات شهر العسل يعني مختلفة وباند كبير جدا من المايكروبات بتبقى فيه وهنا يجب على الطبيب ان هو يبدأ يتعاون مع حضرتك بالفحص والعلاج الحقيقي اللي هو يقضي عليه وما يرجع هاش تاني ده بالنسبة للتهابات ما يخص ان الدورة قليلة زي ما اتفقنا ان الدورة هي مراية الطبويد اذا كان الطبويد مخزون جيد وان هو بيبدأ يدخل في المراحل السليمة الدورة هتكون كويسة اما اذا قصة تكرار وجود اكياس على النبيض للسيادتك والسادة المشاهدين يا جماعة مش كل ما طبيب يعمل صنار ويلاقي حتة كيس زغانة على المبيض يفضح الدنيا الحقي انت عندي كيس على المبيض لازم يعرف الدكتور ان قصة الاكياس على المبيض هي اكياس وظيفية او غير وظيفية الاكياس الوظيفية يجب السيدة تعلم انها كانت هذي الاكياس كادت ان تقوم بوظيفة وضلت الطريق يعني مثلا بويضة مثلا كبرت ولم تفجر اسمها بويضة محبوسة اللي هي اللوف يعني بويضة احتبست فضلت تجبر 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 محبوسة خلاص كل اللي بنعمله سيبها دورة او اتنين من غير تنشيط هي هتضمر مكانها في بعض الاطباء والسيدات تقولها البيضة هتنزل مع الدورة تقع تقع ايه يا دكتورة هي بتضمر مكانها وبعد الدمور هذي البويضة الدورة بتنزل نفس الكلام في بعض الاحيان ان البويضة بعد ما تنفجر وتخرج من كيسها الكيس نفسه بيعلق اما يعلق بسائل او يعلق بانه هو يكون دم داخله وبالتالي اسمه كيس البويضة بالدم ايضا هذا الكيس بسائل او بالدم القرار الدولي هو بالعلاج هيختفي بعد شهرين لتلاتة بدون العلاج هيختفي بعد شهرين تلاتة في العلاج بنستخدم مش الاقراس السيد الطبيب الديهالي كلاب يدول بني لا احنا بندي اقراس منع الحمل والبروتوكول الدولي اخر مؤتمر احنا كنا فيه قال ان اقراس منع الحمل هنا بتقخز لمدة تلاتة شهور مستمرة اللي كان بيناقش هذا الكلام كان احد البروفيسور يعني كبير في علم الغدد كان بيقول اضرب حاجة ان هنا السيدة دي تاخد تلات شرائط اقراس منع الحمل مفتوحين في علبة واحد عشان ما تحسش انها بتاخد اقراس ياجب تاخدها واحد وعشرين يوم وتريح تلاتة ايام فهو فعلا هذا النظام في المستشفى عنده فقال ان احنا بنديها بوكس علبة فيها الاراض دي تلاتة وستين ارس ونقول لها خذي كل يوم ارس وخلاص لا انت عارفها يا وايه ولا بيعمل ايه وده افضل كان برنامج علاجي لوجود الاكياس الوظيفية في هذه السيدة لكن تكرار الاكياس الوظيفية عند حضرتك مثلا او عند غيرك ده يعني ايضا ان المشكلة في المبيض في عمل المبيض وهنا البوايدة السليمة بتنتهج البروتوكول او برنامج السليم انها تكبر تنزل ثم تكبر ثم يحصل اباضة او تفجير ثم تقعد المدة اسبوعين بعمر الكيس المغلف لهذه البوايدة وبعد كده لو لم يحدث الحم يضمر هذا الكيس وتنزل الدورة ده الطبيعي اذا حدث غير كده والنكيس فضل يكمل العمر او ان البوايدة لم تنفجر يبلعب غالبا هنا في كرموزومات هذه البوايدات وهنا دايما احنا بنشوفها في الاعمار الشبابية وفي الاعمار ما قبل انتهاء الدورة ودي لان جودة البوايدات بتبقى متواجدة في الاعمار قبل انتهاء الدورة في السن الاربعينات بهذه الصورة دايما بهذا الكلام وتم تسميته يعني تسميات كتيرة جدا من الامراض بهذه الصورة وهذه السيدة في الاربعينات دائما عندها مشكلة تأخر الدورة اسبوع اثنين ثلاثة ثم نزول الدورة بنزيف وهنا هذه الصورة هي صورة من ارتجال عمل المبيض بان هذه الجودة البوايدات سيئة جدا في هذا العمر نتيجة ان هذه البوايدات هي عمرها بعمر هذه السيدة يعني عمرها اربعين سنة خمسة واربعين سنة وبالتالي هذه الكرموزومات هذه البوايدات بتبقى سيئة جدا جدا انا اخد المدام وفاء اتفاضل يا فان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفاضل يا فان انا عايزة بس اعرف ان الاورام اللي فيها في سن اللي هو يعني بتبقى متقدم السن ممكن صحيح يحتلها دمور ولو حصل لها دمور دين بعد كده ما يحتلش لها اي امراض يعني سيادتك بتسأليني السؤال ما هو مصير الاورام الليفي الموجود في الرحم في عمر هزيز السيدة بعد انتهاء الدورة ده سؤال سؤال التالي لو سمحت يا دكتور ولو الورام ده ضغط على الحالب مع انتهاء الدورة ده ممكن صح الورام الليفي لما ينكمش يخصوا الضغط على الحالب يا فاندم اصبري علي بقى انتي قلت كلمة اللي هي لسه نقيلها في اول الحالة السادة اطباء مدينة مرسى مطروحة واسكندرية ضللوا هزيز السيدة قالوا لها ورام الليفي يا فاندم عشان ورام الليفي يضغط على الحالب له شروط مش هو ده اللي بيلوه خالص يجب ان هذا الورام يتواجد ما بين عظمتين ومن تواجد ما بين العظمتين يعني ورام الليفي في عونق الرحم وهذا الورام الليفي في عونق الرحم هنا بيجبر بدرجة انه يضغط على كل اللي موجود لانه هو مزنوق في صندوق العظم اللي هو الامامي والخالفي هنا ممكن يضغط على الحالب بأي واحد طبقا لتواجد هذا الورام لكن الورام الليفي العادي عشان يضغط على الحالب له شروط لان الحالب هنا في حاجة قصة انا عايز اوصلها للسادة مشاهدين سبحان الله ان الكلية والحالب والمسانة دولت بيكونوا خلف البريطون يعني ايه يعني ربنا خلقهم في منطقة مديها فرصة للاتساع فرصة ان يجبروا يعني هما لو مزنوقين في حتة كان ممكن يتقفلوا يعني المسانة ممكن تيملى بول قد كده يعني كان يوجد سيدة من ثلاث سيادة في مدينة مرسى مطروح حدث لها احتباس بول نزلت خمسة لتر بول خمسة لتر يعني مسانة شايلة عبارة عن برميل مياه قد كده طب ازاي لان هذه المسانة ربنا الحمد لله مديها الغطاء البريطوني والوسع انها تقدر تكبر تكبر تاخد البريطون معاها كذلك الحالبين كذلك الكلة هي خلف البريطون الخلفي وبالتالي صعب جدا ان يحدث انسداد لحالب من الورم الليفي لان اي ورم الليفي في الرحم هنا بيكبر لفوق ما بيقدرش يكبس على الحالب الا اذا كان متواجد في عنق الرحم بمقاس كبير جدا بالدرجة ان هذه السيدة عندها احتباس بول واحتباس دي على الحالب وزي ما بنقول ان هذا الورم الليفي للأسف كتير او من اطباء المسالي يقولوا هذا الكلام لكن بنقول لهم يا دكتور ما فيش علاقة بينهم من بعض نهائي الا اذا تواجد الورم الليفي في منطقة معينة لكن في منطقة اخرى وهي تواجد الورم الليفي خارج من الرحم خلف البريطون في منديل الرحم من الجنب في بعض الاحيان اذا كبر جدا جدا بيضغط على الحالب اللي تحته ويبدأ ان هو يغلقه دي حالات شزة جدا جدا وان مش كل الاطباء يعرف التعامل معها او يقدر يشخصها بشخصها ورم لي في الرحم لكن ده غالبا ورم خارج من الرحم وتحت البريطون نفسه وضغط على الحالب الملحق به وده لازم يتم تشخيصه لكن نادرا ما بنشوف هذه الحالات ودائما يجب على الاطباء ان هو لو كان فيه اي حالة من حالات ضغطة على الحالب وتضخم الحالب اللي موجود يجب على الطبيب ان يشخص جيدا ما هو السبب اللي ضغط على هذا الحالب مهم جدا لكن لا تأثير له اما الورم الليفي اللي بتقولي عليه ان هو مع الحمل بيزيد في الحجم ومع انتهاء الدورة بيبدأ يثبت او يقل شوية في الحجم لكن لا تأثير له ونادرا ما ما نسمع او يعني بعض العلماء قالوا انه نادرا ما يحدث له تحول الى سرطان او اي حاجة نادرا ده التقرير الجديد يا نا نبدأ نتكلم بقى بعد كده زي ما اتفقنا ان قصة الورم الليفي زي ما بنقول مهم جدا للسادة الاطباء والسادة المشاهدين انه انا بقول الدكاترة عندي الورم الليفي ده ابن عم هجر بطنطر رحم يعني اللي اتنين بيعتمدوا على مبيض يعمل جيدا اللي اتنين بيزيدوا في تواجد التبويض اللي اتنين بيزدادوا ويتواجدوا مع بعض ممكن في نفس المريض اللي اتنين يمكن علاجهم به الهرمونات ضد هرمون الانوسة اللي اتنين يجب التعامل معهم اما طبيا او جراحيا تواجدهم موجود لكن مهم جدا ان اي طبيبي يلاقي الورم الليفي دايما بقوله ابحث عن هجر بطنطر رحم معها لان هي السبب واحد وبالتالي مفيش ده مانع ان تواجد الورم الليفي وانه يكبر اني انا الاقي معها تواجد برضو هجر بطنطر رحم على النقيد اذا تواجد تكيس المبيض من الدرجة المتقدمة عمر ما يحدث عند هذه السيدة نهائي هجر بطنطر رحم يعني ده بقى الحاجات الكويسة في التجميعات يعني اي سيدة عندها تكيس مبايض وارتفاع الهرمون الزكري هو في ده في حد ذاته مدمر لأي هجر بطنطر رحم عند هذه السيدة يبقى السيدة اللي عندها الاورام الليفية يجب البحث ان تواجد هجر بطنطر رحم مصاحبة معاه اما موجودة بأي صورة الاولى او التانية او تواجدها في المبايض في المرحلة التالتة او الرابعة هناخد اتصال لستاذ علي تفضل الو هي يا جماعة الو تفضل يا فاند السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا فاند يا دكتور انا عندي خمسة وعشرين سنة وخلفت ولد اول ولد كان كويس الحنجر او انا مكسوش اي حاجة بعد كده حملت كده قفل كان عنده موضوع بمشكلة تضخم عضلة القلب عنده تتوصق تضخم 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 ستة شهور اه يعني بعد ستة شهور تم تشخيص الحالة متاخر ان في مشكلة في القلب تفضل يعني الطفل ده الطفل ده كان بيرضع كويس وما كانش بزرقة منك لا ما كانش بزرقة خالص ما كانش كان تمام كويس وفوش حاجة كشفت بيه عندي كذا دكتور ما فيش اي حد بتشف ان هو عنده مرض في القلب ده غير في الدخل خالص وعندي ستة شهور تصال شخصه المرض اللي بالقلب سببه ايه فاند؟ لا ما قالوش لي اي حاجة انت حاجست فيه بيه في المستشفى توفى على سن الثامن شهور ما قالوش السبب ان ده قالو لعيب خلقي يا فاندم العيب الخلقي ما هيقولهولك ايه هو نوعه لان انا عايز اعرف بص يا فاندم انت بتقولي لي العضلات القلب هل هو عيب خلقي في الصمامات ولا مرضية في العضلات ما تسمى الكارديوميوباسي ده مهمة قوي عشان هتسأليني سؤال ده هيتكرر ولا لا ايه يا دكتور انا كامل كلام لحضرتك ما هو قالي البطان الايمن هو اللي متضخم يا فاندم ما هو البطان لما يتضخم ده معناها انه هو بيتقدم له صمام مغلق وبالتالي هيتضخم ليه هيتضخم لانه مش قادر يضخ الدم في هذا الصمام المغلق هل ده عيب صمامات لا هو ما قالش كده هو قاله ما فيس اي حاجة صمامات كويسة هو قاله ما فيس غير في المدينة بعد كده يا دكتور انا حملت جبت التقوام نفس المشكلة نفس السن توصف نفس السن لتامن سهور بنفس المرض بنفس المرض تضخم عضلة القلب يا فاندم عشان كده سألتك سؤال ده قلتلك انت هتسأليني هيتكرر ولا لا ما هو يا فاندم عشان ارض عليك بجواب شافي اي طفل يا فاندم بيحدث له مشكلة بعد الولادة ده انا بقول للدكتورة اللي عندي اعتبروا حرز يعني حرز زي وكيلي نيابة كيه ما جيب حرز يعف يجيب بالحرامي هذا الحرز هو الطفل اللي يزي يتم تشخيصه جيدا لحماية اخواته بعد كده وبالتالي لازم يتعرف ايه هو اللي فيه وهو ده دور المركز القومي للبقوص في هذا الوضع ان هم عندهم ده كثرة مخترمين وشطار جدا يقدر ياخد الطفل للمريض ده ويعرف ايه السبب له علاقة بالام ولا الاب ولا كومزومات ولا مرض معين متوارس بينكو انا معرفش وبالتالي ان انا مش انتظر يبقى في عيل واثنين وثلاثة واربعة اما اذا تم تشخيص اول عيل كويس ويعرفنا ايه القصة ايه لكن ما تنفعش بقى القصة اللي هي سبتة في الورق دي هبوط في عضلات القلب ووزني بالتنفذ الكلام على اللي هي اي واحد بيموت بيموت بيها لكن نعرف السبب انا عارف الوفاة والموت ده ما عنده ربنا لكن احنا اطباء يجب على اطباء الاطفال كان يشخصوا الطفل الاول هذا المشكلة اللي مر بيها وهل هي المشكلة دي لا علاقة بالوراثة ولا لا والتكرار في الزكور او الاناس او او ده شغل جينات وبالتالي ده كان على اطباء الاطفال هم اللي يقوموا بهذا الدور تفضل يا فن طه يا دكتور ما لسه انا نفسي اعرف الطريق اللي انا انش عليه دلوقتي امس ايه انا نفسي اعرف يعني انا عمل تحليل ايه اصبري علي اصبري علي انت منين بتكلمني عني بلد من قصيوت يا دكتور من قصيوت بص يا فندم طبعا من واضح من الكلام ان الطفل الاول ده ضاع كده من غير محد يعني فاهم القصة من دكترة الاطفال يقول التشخيص بتاعه واضح ان تكرار هذا الكلام في التوقن بعد كده الغريب ان يتمي نفس الكلام انا معرفش يعني دي مستشفى حكومة ولا مستشفى خاصة ولا الجامعة ولا ايه بالزبط هي الجامعة يا دكتور هو اللي كان الكلمة اللي بيكرروها الكارديو ما بيبتسدير اللي بتقولها حضرتك ما هي الكارديو مايوباسي اللي انا بقوله دي لان في منها انواع فعلا بتبقى فيها بتيجي للاطفال وهنا لها علاقة بالوراسة وعلشان كده كان نفسي اول طفل اللي بيحصل له الكلام ده تاخدي يتم تشخيصه حقيقة بكل الوسائل التشخيصية ده كترة القلب الاطفال متالي سهل جدا يشخصوها وكنت تنزلي على طول على المركز القومي للبحوث قسم الاطفال يوجد ناس هناك محترمين وشطار جدا جدا وعندهم خبرة رائعة في التشخيص واتجاه الى برامج الى حمايتك او يقول لك ايه اللي هيحصل في الاطفال اللي بعد كده يعني انا دكتر مطلوب مني دلوقتي حلال ايه والله انت لو معاكي حاجة طب تفيد انزلي بيها على المركز القومي البحوث عندنا في الدقي في قسم الاطفال طب ماشي يا دكتر هو لازم انا وجوزي ولا لازم انا واحدة والله هو طبعا هي مش جلسة واحدة هو حضرتك لسه بيقعد الطبيب بيسمع منك الى ان ياخد البرنامج اللي هيعمله انا معرفوش انا معرفش ايه البرتوكول اللي هيعمله طبعا غالبا هيبى فيه عينات من حضرتك ومن الزوج وهكذا لكن طبعا كان افضل شيء ان الحرز ان الطبيب يشوف هذا الطفل ده كان افضل حاجة طبعا يعني ده قرار بيبع حلو جدا لان دايما احنا الطفل ده المريض احنا بنستغله بناخد ممكن منه بعض العينات ووصاحي او نشخصه وبنستعين بيها في اتخاذ القرار التشخيصي والبرنامج العلاجي وقائي او علاجي المراكز الطبية المتخصصة لعلم الجينات والكورمزومات فضل يا فاندم ما هو يتشخص هو انا قلت لأ انا بقلت لحضرتك يتم تشخيص المرض يعني بمعنى صح يعني لو كان مثلا حضرتك بنت عم جوزك والمرض ده متوارس وهما يعملوا التحاليل لقوا ان هو هيتكرر هيتكرر هل هو لا علاقة بالجنس ولا لأ يعني ميجي الزكور والاناس لا انا معرفش وبالتالي هما هيشرحولك الكلام ده كله يعني هتبقي عارفة كل حاجة بتحدث ازاي تمام اتفاضل يا فاندم عندنا اتصال او حاجة فان طيب السيد المخرج او المعد بيقول لي كده قربنا على الانتهاء دايما بنقول ان طبيب النسا بيكون هو زي قبطان المركب لان هو ملوس زنبي ان الطفل فيه عبوا راسي هو ملوس زنبي لكن انا انت اعاتب هذا الطبيب انه هو ما ارشدشي الزوجين للقرار بعد كده يعملوا ايه؟ لان عندنا قوة مساعدة كتيرة هو مش شرط طبيب النسا يكون شاطر في الكلام ده او يعرفوا ما يعرفوه يعرفوا ليه؟ ولا دكتور الاطفال يعرفوا ليه؟ لان فيه ناس متقصصين في العلم الجينات والكرمزومات ويستطيعوا التنبؤ باختيار برنامج معين في التشخيصي وتنبؤ ببرامج مختلفة في الحماية والعلاج هؤلاء الاطفال زي ما احنا كده بنقول انها قربت الحلقة صحة حواء على الانتهاء وقلنا اني انا موضوع الهجر بطانة الرحم على انه هو very simple او حاجة بسيطة جدا لكن في بعض الاحيان بتكون مرحلة متقدمة بطريقة غير طبيعية لكن عايز اقول ان هجر بطانة الرحم مش ممكن يقلب الى سرطان نهائيا عشان بس من لغبطش لكن هو تواجده بيبقى شكله كده لكن عمره لما نيجي نحلله يطلع منه اي خلايا سرطانية نهائيا الهجر بطانة الرحم كده احنا تقريبا وفينا الخمس ست حلقات هجر بطانة الرحم بانواعها وشفنا الافلام العلمية وبدأنا نتعامل معها طبيا وجراحيا ومهم جدا جدا ان الطبية قبل العملية يعني افضل بعد العملية عشان نحميها من الارتجاع هذه الهجر حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من استاذ الدكتور ايمان حمود استاذ امراض النساء والتوليد بكل الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية ورئيس وحدة جراحات استقصال اورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحم حلقاتنا ترفع بانتظام على اليوتيوب في موقع قناة الـ HBC وباسم حلقات صحة حواء يمكنكم متابعة كل حلقاتي او جميع حلقاتي على اليوتيوب ان شاء الله احنا بداية الجدول الجديد اللي احنا بدأناه النهاردة والخريطة الاعلامية الجديدة هيكون حلقات صحة حواء بدل تمانية مساء هتكون الساعة التاسعة مساء يعني داخلين كده بنهيأكم الى رمضان ان شاء الله كل سنة انتوا طيبين حلقاتنا هتكون الساعة التاسعة مساء من كل يوم احد ان شاء الله وتعاد ازاعتها يوم الخميس بعد منتصف الليل ان شاء الله يعني الساس حمدي وهو سامع ان هي يوم الخميس بعد منتصف الليل هتكون الاعادة ان شاء الله هنرقاكم يوم الاحد القادم بإذن الرحمن في حلقة من حلقة صحة حواء هنبقى بقى ناخد ننتعش بقى في معلومات ظريفة جدا جدا وجديدة وحلوة وترابط ظريف جدا تأخر الحمل في الزوجين وكيف يتم التشخيص وكيف يتم مساعدة الزوجين على الحصول على طفل ظريف ويروحوا به ان شاء الله زي ما بنقول تيك هوم بيبي هو ده هدف لنا من اجراءنا في التشخيص والعلاج ثم المساعدات اللي احنا ممكن نساعدهم بها في بعض الحالات المستعصية من حقر مجهاري واطفال الانبيب وكل الانواع دي هنقولها ان شاء الله في الحلقة القادمة هنبدأ ما هو أسباب تأخر الحمل وناخد الزوج وناخد الزوجة وبعد كده نغوص معهم في الفحص والتحليل والعوامل المساعدة في التشخيص حلقة صحة حواء ان شاء الرحمن هنقابلكم يوم الأحد القادم الساعة تاسع مساء معكم الأستاذ الدكتور أيمن حمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته